اشتركوا في القناة افضل المراكز الطبية من عورة النهاردة من داخل حالة استاذ دكتور ريدا الهيميني استاذ جراحة العزام وعزام الأطفال والتب الرياضي والمناظير والتشوهات القلقية وايضا استاذ دكتور محمد إبراهيم رشيد استاذ جراحة العمود الفقري كلية تبعين شمس مثلي كل اسئلتك وتساؤلتك على الصفحة الخاصة بينا صفحة طبيب الحية على الفيسبوك فاصل صغير نرجع مرة يستنون صفحة طبيب الحياة صفحة طبيب الحياة في كل مكان هلنبيكوا فقرة جديدة من طبيب الحياة تكلمنا في حلقات سابقة كتير عن مشاكل أو بعض التشوهات اللي ممكن تصيب عزام الجسم النهاردة هنتكلم وموضوع مهم جدا عن نفصل حيوي في جسم الإنسان الإنسان المفصل هو مفصل الفقد أو الحوض هنتكلم عن أهميته هنتكلم كمان عن التشوهات اللي ممكن تصيبه مع الجراح وأنا بجد بشوفه أنه من أعظم الأطباء مش عشان بيناورنا في طبيبي الحياة لكن بجد بسمعه كلامه هتشوفه كمان نهاردة بالفيديوهات والثور أستاذ دكتور ريدا الهيميمي أستاذ جراحة العزام معظم الأطفال والطيب الرياضي والمناظير وأيضا الرباط الصليبي وتشوهات الخلقية وزمالة كلية الجراحين الملكية البريطانية أدنبرا وزمالة كلية الجراحين الملكية الأيرلندية ديبلان أهلا بيك دكتور كده والإنترو بسيط يعني ما يكفيش حاملتك بالصراحة والله ودائما نحن نددش قبل الفقرة فبحث أن الدكتور ماشاء الله كم سنواتي عامة دكتور كده 100% ولا 140%؟ لا 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 ما كانتش على أيامنا 100% ما فيه أشعار الوقتي بس دكتور يعني حدثت مع ويدن حدثت تدينا نبزة بسيطة كده موجود في الجسم هو مفصل الفقدة أو الحود بس في البداية قبل ما نعرف التشوهات الممكن تصيبه عايزين نعرف أهميته وهو إيه يا دكتور؟ تمام هو حرك يعني أنترو كان جميل بالنسبة لي الناس تبه فهمه نحن بنتكلم على مفصل من المفاصل الأساسية محور رئيسي في حركة أي بن آدم في طنطيت وفي جاري وفي لعب وفي أي حاجة مفصل الفقدة أو مفصل حودة مفصل رئيسي ومن مفاصل لو لقد الله تأثرت بتقبه مشكلة الحركة قد تقدي بالمريض ده أنه هو أعجي السرير أو أنه هو أعجي على كرسي بحاجة فإحنا أنا جايب ثلاث صور كده على الجانب التشريحي بتاع المفصل عشان الناس تبه فهمه هم نتكلم عليه فأول صورة هنشوفها اللي هي صورة المفصل هو المفصل عبارة عن رأس عظمة الفقد متركبة على على الحق بتاعه تمام؟ والحركة بتاعته على الصورة آه يعني ما قد الصورة هي أدي مفصل وأنا جايبها على جسم بني آدم بحيث الناس برضو نتخيل مكانوا كمان فين بضبط كده الوضع بطبيعة بتاعه أدي رأس العظمة ومتركبة على العظمة الإليا مشكلين مفصل الفقد تمام؟ الرأس دي طبعا فيها حواليها كارتلج أو حواليها زي ما قلو كده بالبلد كده أرقوشة أو كارتلج ونفس الحق دوت حواليه كارتلج وفيه غشاء سينوفي حواليهم غشاء سينوفي دي بيفرز مادة زلالية الهدف منها أنها توبة لوبريكن أنها توبة زي الصابون كده بحيث أن المفصل دي يتحرك بسلاسة على سطح ناعم سطحين ناعمين يعني قوة البرشير وقوة التحميل دي كلها ما بتشكلش مشكلة طول من عندي الكارتلج أو الرئيش المغطية مفصل الفقد سليمة وأن السائل السينوفي بيفرز بطريقة طبيعية اللي بيساعد الحركة بقى بضبط كده مفيش أي مشكلة بهذا كده ده البلاص أو الدورة الدموية للرأس العظمى ودي بتشكل لنا مشكلة في بعض الأمراض إن أنا عندي مفصل دوت بيجيله الدورة الدموية من أسفل مش من أعلى مش من رأس العظم الدورة الدموية الرئيسية بتيجي من أسفل من تحت ودي مشكلة إن أنا لو حصل عندي أي مشكلة فوق الشريان الرأس الرأس العظمى دي ما بتستجبش بقى لأي حاجة ما بتاخدش دورة دموية كافية فبيحصل فيها دمور بيحصل فيها ما يسمى بالوفاة للرأس العظمى دي تمام فدي الحفظة اللي مسكة الرأس العظمى اللي متلونة باللون البرتاني الحفظة دي قدية طاعت قدية نشفة جدا قدية عنيفة جدا قدية صعب اختراقها بأي حاجة even بالمضادات الحيوية ما بيخشش عليها أي حاجة عشان يحصل فيها اصابة فيها صعبة جدا الخلع في المفصل الفاغذة عشان يحصل ويتقطع الحفظة دي لازم نقدى اللحظة عنيفة جدا عشان تحصل قوي جدا ربنا سبحانه وتعالى خلقه بمنتهى القوة ماسك لان انا علاقتي الراس بي الحق دوت هلاقها زي كده وكده بظبط كده فممكن كده 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 في اتجاه لازم الحفظة تقبى ماسكة ولازم العضلات اللي حوالين المفصل ده تكون بالقوة انها تحافظ على المفصل ده في مكانه وانه يتحرك بقى شمال ويمين وابعاد وجاري وتنطيت ولعب كورة وكل حال طيب احنا عرفنا اهمية مفصل الفاغذة وعرفنا ما هو من اهم المفصل الموجودة في جسم او عظام الجسم الانسان ومش هتكلم عن التشوهات دلوقتي بس اهم التشوهات الممكن تصيب يا دكتور الطفل منذ لحظة الولادة بتكون ايه؟ تمام هو حرك الكومن او الحاجة الرئيسية هي الخلع اللي ممكن يحصل مع بعض التشوهات الخلقية او لوحده والحاجة التانية ان يكون فيه التهاب الصديدي ده يحصل مش بحصلش بقى الطفل يقول رحم لكن بيحصل بقى بعد الولادة نتيجة ان الطفل ده مثلا اتولد بمقاومته ضعيفة اتولد في الثامن اتولد في السابع بدري او المناعة عنده مثلا فيها مشكلة زائد ده اضافة لها الحضانات دون المستوى اه دي بقى دي كارسة كبيرة جدا من وجهها في بلدنا ان بعض الحضانات بيكون القائمين عليها كويس دون المستوى اه فالمشكلة دي مشكلة بقى عنيفة جدا ان انا عندي طفل مقاومته قليلة والشغال في الحضانة دوت سواء ممرد او مع الاسف الشريط بعض الحضانات ما بيكونش ممرد فيكون ممرد دون المستوى في نظافته الشخصية حتى كويس فبيتعامل مع الطفل من غير ما معاقم ايده من غير ما يبس ماسك من غير ما يعني بيخرج الطفل حضانة عشان يرضع الولد او عشان او اي سبب اخر وبيقدر ان هو بعدم نظافته الشخصية ان هو ينقل الميكروب لطفل اساسا منعته قليلة زي ما حكالي عن حضانة في احد بلدان مصر الام بتحكيلي لما جايلي بالتهاب صديدي في المفصلين وطلعت من كل مفصل حوالي عشر سنتي صبيل ودي طبعا في طفل بيبي صغير ده عدو بقى لانه عنده المناعة مستجيبة لأي حاجة اه فبتحكيلي ان الحضانة نفسها كان عمال البنى شغالين جنب البيبي وهو في الحضانة مهزلة في المستشف اه في كل ما تحمل الكلمة مهزلة فطبعا انتي بتنقلي ميكروب لابنك فطبعا دي حاجة مش ظريف فمهم جدا ان انا لما يكون الطفل موجود في حضانة ان انا اتطمن ان الحضانة دي واخدى المعايير الصحية طبعا تعرفها ازاي الامة يا دكتور والله احنا علينا لو في بنا لا دا طبعا اه بزرط كده باينة قوي دي بزرط كده يعني تملي ان احنا مستوى النظافة الشخصية بتاعت التمريد الواقف مستوى العناية نهيكي بقى عن ان انا في معلومة خطيرة جدا ان برضو ده بقى دي ضمير تمريد وضمير المسكينة وحضانات في مصر ان انا اول ما مثلا عايز ياخد عين الدم ولا حاجة فبيخش بسرينجة ولا حاجة بيسحم عين الدم اول مرة بتطهير بعد كده خلاص ملقاش وريد في الحفل ايد ده فبيخش في اليد تانية من غير تطهير من غير حاجة فانقلنا ليه انا يعني شفت كوارس في مفاصل الكتف ومفاصل الحوض ومفاصل الكوع بسبب ان انا بتعامل في الحضانات باستهتار بقى باستهتار فدي طبعا نقطة ولازم اللقوف عندها من كل القائمين على الحضانات يا جماعة معلش ده بيبي والبيبي ده مقاسي كتير دي ما هنشوف بقى ومستجيب لأي عدوة اه اي حاجة بسيطة ممكن تأثر فيه اكتر من اي طفل طبيعي تاني المشكلة التانية بقى ان دكتور الحضانة ما يكونش عنده معلومة بسيطة انه هو يعرف ان الطفل ده حصل له التهاب صديدي فما يستجرش بدكتور عظام اطفال وبتلي يتعامل معا وبتلي يدي له مضاد حاوي نقطة من اول سطر ادم حصل صديد في اي مفصل اي مضاد حاوي هياخده الطفل مش هيستجيب الطفل الطفل ده لازم يتفتح الطفل ده لازم يتفتح او على الاقل اقصى حاجة انه هو لازم بدكتور عظم برضه واطفال انه هو يشفط الصريب دكتور قبل ما نروح للمريد وقبل ما نروح للمستشفى احنا بنتكلم في مريد مش فاهم اوي او الدكتور مش فاهم اوي فما حددش او مش خاصة الام متحرف ازاي ابنها عنده التهاب صديد هنتكلم بقى كده هنجيب صورتين كده هنشوف السور معينا ودي بقى اي ام ابنها في حضانة تاخد بالها من الوضع ده في اعراض يعني اعراض وبينها انا اقول صورة يا دكتور ده لطفل ادي طفلة هوت الطفل نايم في الحضانة مش شرط ان يكون سخل مولع لانه ماشى على مضادة حيوية في الحضانة اه اه كتير جدا فبالتالي مفيش ميكروب في دمه وبالتالي الحرارة ممكن تكون اه مش بينة والطفل السليم ما عندوش حرارة لكن كل ما حد ينمسه الولد بيعيط كل ما حد بيقرب لمفصل حتى لو امه يعني اه امه تيجي تردعه اي حد يردعه بيقرب ان يفصل عياته صريخ في حاجة يبقى افصل حاجة الحاجة التالية بقى الوضع اللي احنا شايفينه ده سواء المودل اللي رجبته او الضرد ده زي ما احنا شايفين ان الطفل واخد المفصل واخد تاني المفصل تاني فقده على طول تاني فقده على طول تيجي تفردي الالم عنيف جدا سويت وعيات وقابل اخري لا دي علامة مهمة جدا ان انا عندي فيه خراك في المفصل فيه صديت في المفصل بغض النظر بقى الطفل سخن الطفل اي حاجة تانية اهم حاجة عندي الام فضيع وعياته كتير وعياته كتير وحركة المفصل والليالة جدا والشكل احنا شوفنا رجله دايما مرفوع كده المفصل بتاعه دايما مرفوع بالضبط كده دي الاعراض بتاعت لو ما حتى تفتشيها تاعت بقى ان احنا بنعمل طبعا هنا بقى ما نفعش العشعات العادية ما ببانش لانه زي ما اتفقنا ان في الاطفال رأس العظم بتبع ارقوشة فبالتالي ما ببانش في العشعات دي بتبان في موجات صوتية طيب دكتور مضعفاته ايه يعني مضعفات ان احنا بقى نسيب الموضوع دا او معرفناش ان العراض دي ممكن تقادي التهاب صديدي عراضه ايه او مضعفاته ازفا ايه لو رجعنا للصورة الاولينية هنقولنا الحفظة اللي هي مسكة اللي هي العنيفة جدا بسمحش بدخول اي موضوع حياوي لجوة المفصل مسكة ايه بقى مسكة جوة جوة الحفظة دي فيه رأس العظمة وفيه مركز النمو اتنين مصبتين طب انا الصريط جوة ومحشور جوة وعمالي اتراكم وبقى النمو يعني رجلي متنمش اه بياكل رأس العظمة الصريط بياكل رأس العظمة تماما وبياكل مركز النمو ودي كارثة ان الطفل بعد كده ببزير فل والام تاخده من الحضانة بعد 3-4 شهر والطفل قدامها حركته كويسة جدا لكن فيه كارثة حصلت ان انا عندي رأس العظمة دابت ومركز نمو داب ودام مفيش استواض لي يعني لو حصل ان انا عندي رأس العظمة دابت ومركز نمو داب لا عندي مفصل وطول العظمة دي الطرف ده هيأثر يعني لما يكبر الطفل ده ويبقى عنده 17 سنة هيأثر حوالي 17 سنتي فطبعا يعني هيبقى رجبته يعني رجليه الادم يعني عند رجبته التانية متخيلة تشوه عند زي مدخيلة كبيرة طبعا فطب وبعد ذكرة تانية بقى ان انا عملات التطويل مش تنفع معي لان انا ما عنديش مفصل محكوم من رأس العظمة مخلوعة الى حد ما مش موجود مش موجود الصديد دي خلاص احنا علاجنا ممكن يرجع تاني بعد العلاج ولا دكتور حتى لو شكل بتاعه في الجبس تهقلي دي بقى شكله في الجبس بص حاليا احنا بنعمل العملية حتى بنفتح الحفظة يعني العملية هيبرا عن ايه انه بخش بفتح الحفظة بفتحها كراشت بفتحها زي الصليبة كده تمام وبسيب الحفظة مفتوحة وبالتالي حتى لو الصديد رجع انا مش مشكلتي ان انا اضيع الصديد انا مشكلتي ان انا اخرج الصديد من مفصل واخليله مكان يخرج به على برة بحيث ان انا انا ما ادي مرات حاوي يقدر مرات حاوي يخش بسهولة جوه وفي نفس الوقت الصديد لو تراكم هيخش على عضلات والعضلات فيه دورة دموية عالية جدا حتى لو رجع تاني المرات حاوي كفيل به لانه مش هيكل حاجة جوه ودي اهم النقطة في الموضوع فبتسيبه مفتوح اه بسيب الحفظة مفتوح طيب معنا كمان صورة دكتور اهو ده ده اشعة ده الكارسة اللي احنا بتكلم عليها ادي لو انها ده انا راس العظمة مش موجودة خالص ومركز ده مش موجود ده مضعفات لو اهملنا الالتهاب الصديد بالضبط الطفل ده عند ثن الادلت او اللي هو يكون شاب يعني هيكون عنده كارسة وهي كارسة غير محلولة اوكي دي من الكوارس الغير محلولة عندنا طب هنكلم عن تشوه تاني هو الخلف مفصل الفغد تامين دكتور عايزين برضو معنا مجموعة من الصورة حدرت تشوح لنا عليا لان المشاهد او الام بتحب تشوف يعني شرح كده شفاوي غير لما نشوف كمان صور او فيديوهات عايزين دكتور نعرف يعني ايه كمان انا عرفت ان اتغير اسمه بدل الخلف مفصل الفغد بقى اسمه خلع نموي يعني ده اصعب بقى دكتور يعني ده في النمو والله الظريف الموضوع ان انت بتعرفي الحلقة وبتنزيلها عندنا بتغيري قبلها طبعا لا ومن حضرتك في دردشة قبل الفقر يعني بحب استفايف برضو هو فعلا هو كان في امريكا كان الفكرة ان الخلع الخلقي ده كانوا بسموه خلع خلقي يعني هو فيه في امريكا وكل دوق اوروبا ان اي طفل بيتولد بتعمله موجات صوتية كسكرين كحاجة عامة بحيث انه هو لو فيه خلع بيكشف بيكميان اتطرح بعد كده ان فيه ناس رفع عواضي ان الطفل اتولد وتعمله موجات صوتية طبع وزارة الصحة عنده ميناك وما فيش خلع وبعد ستة شهر او سنة اكتشف ان الطفل ده عنده خلع فقالوا يبقى الموجات صوتية الاولية ده غلط طبعا تمام لما دارسوا الموضوع طبعا تعوضات كتير جدا في بره نتيجة لهذا الكلام لما دارسوا الموضوع لقوا ان الخلع ده ممكن ولد الطفل ده يتولد سليم جدا وبعد كده يحصل له خلع على مدار النمو بتاعه لحد سن سنة او سن سنتين تمام مكتسب مش مولود بيه بالظبط كده فغيروا بقى من دي دي اتش او 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 من تي دي اتش اللي هو كونجينتال حاجة مولود بيها الى دي دي اتش يعني الناس مغلطوش يعني مفروض يرجع لهم بقى التعويض بتاعهم بالظلط كده لا خدوه خلاص خدوه طايم خلاص صرفوه يعني ممكن يكون دكتور الطفل مخلوق بيه يعني عيب او تشوخ لك تمام وممكن يكون عن طريق النمو اه فاول سنتين بحياء اول سنتين اول سنتين بحياء اه طيب دكتور ده بقى يعني يعني عايزين نعرف الفرق بينهم في طريقة العلاج بتبقى صعبة يعني لو واحد مولود دي غير لما واحد مثلا ان يكون بعد فترة من ولادته جاله اه ودي مهن نقطة مهمة جدا بقى ودي بنرجحها للام ان الام بقى اتولد الطفل معلش لازم يتعمل زيارة بعد ولاده الطفل لدكتور عظام اطفال وانا بركز على حتى لو ما بيشتكيش من حاجة حتى لو هي مش ملاحظة حاجة لازم ده روتين ويرك ده روتين لانه وقت شافه هقول لحدك ليه لقد لحالا بيروح لدكتور الاطفال لعظام الاطفال مش دكتور الاطفال دكتور عظام عظام تخصصه عظام 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 اطفال بحيث انه ما بيعمل كشف عليه ولو شاكك طبعا احنا هنا مكانياتنا المادية ما نقدرش نعمل موجات صوتية لكل الناس مكلفة وخصصا ان العدد اللي بيعرفوا يعملوا موجات صوتية على المفاصل قليلين في مصر مش كتير اه فبالتالي بتعتمد على قدينة ان المفصل ده بيروح ويرجع يعني مخلوع ولا بيفرق ايه بقى بيفرق كتير جدا ان انا لو انا عندي طفل لسه مولود وعنده خلع في المفصل ده سهل جدا ان انا هلبسه اربع بامبرز او تلاتة بامبرز والام بتعرف تكتشف الموضوع ان هو ابناء عنده خلع بتكتشف اه لان انا هو المشكلة لو عندها خلع في الناحيتين مش هايبين او ان يكون اول طفل بيكون صعب لكن لو هو خلع في ناحية واحدة بتلاقي تيجي تلبس الولد بامبرز رجل بتبعدها عن الجسم سهل قوي الرجل التانية الابعاد قليل جدا الابعاد بتاعه قليل جدا بتحس ان فيه تحديد في الحركة فده ساعتها ان يفيه خلع لو الطفل لسه مولود واول شهر او شهرين ممكن يبلبس ثلاثة بامبرز والدنيا بتعدي بامان وسلام شوف احنا بدين ايه بدين نحن نصيح حايفة جدا والحل سهل جدا ان انا لابس طفل لسه لتبقى مرز كلام بسيط جدا تمام لكن لو اكتشف عن سن شهرين ثلاثة او اربعة شهر لا ساعاتها ممكن بتلبسه جهاز معين كويس بيبس جهاز يعني السن بيفرق كل ما الام تاخد بالها وتجيبه للدكتور بدل دكتور عزام عزام اطفال مهم جدا عزام اطفال كمان يعني مش دكتور اطفال طيب دكتور احنا عرفنا دلوقتي ان تور الليك بتختلف حسب السن وبتدي حلول مريحة جدا للطفل والام يعني لما يلبس ثلاثة بامبر صغير لما ندخل في مواضيع عملية وجراحة وهو طفل وسنه صغير جدا احنا معنا كمان الصورة يا دكتور احنا هنا بالمقارنة بقى لو احنا شفنا الناحية اليمين من ناحية الشمال هنلاقي رأس العظمة برا الحق خالص يعني بالوايم كده اي حد هشوف هشوف الاشعة هانا المقارنة بالناحيتين ده طفل بقى دي جايلي وعنده بالظبط حوالي ثلاث سين ونص وده سنه كبير بقى ناف ان انا نازم ده عمليات جراحية ده عدى بقى الوقت البنز والحدي ان احنا بنخش وبنفتح وبرد رأس العظمة موجودة ونخيط الحافظة اللي سمتكلمين عليها ده هون مفصل هم قربينه الراس العظمة مش جوه الحق الراس العظمة برا تقرق خالص هي المدورة دي يا دكتور اه بالظبط كسه ودي رأس العظمة مش الحقانية لان انا دي التكلس اللي حاصف رأس العظمة اللي بان في الاشعة لكن المفروض في حواليها رأوشة كبيرة جدا بيكون حوالي الكلام ده فرأس العظمة هنا كبيرة مش صغيرة اوكي دكتور احنا شوفنا طبعا ده ده مرحلة متأخرة 3 سنين اقصى سن اقصى سن قد ايه دكتور اللي احنا نرد عملية الخلع ايه تمام احنا بنشغالين لحد سن 7 سنين ونص 8 سنين اقصى من كده و7 سنين ده بيكون رده في منطقة صعوبة بيكونش سهلة وانا جايب طفلة سنها كبير وعملها عملية لكن المشكلة بقى ان هو لو ما تعملش بقى خالص بعد 7 سنين اللي يحصل بقى وصل 8 سنين ونص ولا 8 سنين خلاص ما بندرش نشتغل ستوب بقى فيش عمليات لحد ما يبقى عنده سن 17 سنة وبندخله في مفصل صناعي عملية طبعا ادي العملية اللي هنقل راس العدمة ردناها وطبعا عشان سنه كبير فاتطرينا ان احنا نلف راس العدمة نلف قصر العدمة ونحط شريحة ومصامير دي بقى صعب على حضرتك اكتر كمية والله الحمد لله بقى صعب دي طفلة بقى اللي كنم نتكلم عليها كويس دي طفلة عندها حوالي 7 سنين ونص زي ما احنا شايفين هي واقفة تانية رجبتها اليمين لان الرجل الشمال مخلوع وبالتالي بأنها سيارة هي في الحقيقة اطول من الرجل دي لكن راس العدمة فوق الحق خالص مش في مكانها لو بنصنع الأشعة بتاعتها هنلاقي ان فعلا راس العدمة السورة اللي بعد hoc هنلاقي راس العدمة هي مخلوعة فوق منطورة فوق وبالتالي حصل الأسر ده بعد لعملية السورة اللي بعدها بقى كويس دي طبعا ادي فاضل ابعاد ادي راس العدمة في نحية اليمين جوه الحق بتاعها ونحية الشمال برة خالص الحق بتاعها لو قادي بعض العملية الحمد لله مردودة والدنيا زي الفل اهي مفهاش اي مشكلة خالص رجعت تماما وكمان صلحنا الحق فوق يعني الحق فوق ما لو فيه برضه هوت وقدرنا ان احنا نسقطه شوية عشان خاطر يبقى قادر انه يحجب الراس العظمه ما تخلعش شي السور دي تحت التفضل اللي شفناها دي بقى اللي بعض العملية دي اللي بعض العملية واقفة اللي اتنين مفرودين عادي مافيش واحدة متنية مافيش بقى واحدة سيارة واحدة طويلة حافظنا عالطول الاتنين زي بعض وبتمشي عادي مافيش اي حالة تماما دقا دقا دي قبل العملية زي ما شايفين شايفين الفرق ودي بقى الصورة بعض ودي بعد العملية فرق كبير يا دكتور ودي بقى بترجع طبيعية تماما بعد قد ايه بقى هي بمجرد ما منخلص العملية مافيش تمريري مافيش علاق طبيعي مسلا الاطفال يعني سبحان الله يعني الدنيا بتمشي سالسة جدا مش هايز وقل لحدك ان دي بالظبط 8 شهر والبنت لو عايزة تلعب جنباز كورة اي حاجة بتلعب ما عندش اي مشكلة كمان يعني مش حركة عادية مثلا لا ده كمان لا ممكن تتحرك زيادة اكتر الخيالي بقى دي لو احنا ما عملاش عمل ايه ودي سنة كبير سبعة نص كبيرة يعني كمان الخيالي ما عملاش عمل ايه بقى اه ايه مضعفات بقى ده هنوصل بقى عن سن 17 سنة كويس هنشير رأس العظمة انا اسف ونرميها ونحط مفصلة صناعة خلاص بازت بقى دي الدنيا بقى ايه حولت شابة من شابة ممكن تتعيش حياتها تماما وتتنطط وتجري وتلعب الى شابة في مشكلة فيها في انها حركتها في 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 طبعا طب الجبس يا دكتور الجبس بعد العملية بيكون شكله ازاي همجيب صورة اه معنا سور هي فيها حاجة اسمها سبايكا او بانطلون جبس سبايكا اه ده الام تملي متخيلة ان المشكلة الجبس ده اللي منزل بيبي لا ايه مشكلة الجبس بالنسبة للام مش البيبي البيبي ما بيحسش بالجبس ده وطول ما حصله صغير ما بي لا ده جبس التاني الجبس الاولاني بقى اللي هو تب نشوف السورة الاولية اه ده اول ما بيخرج من العمليات ده البانطلون جبس طبعا بالنسبة للام صدمة كويس ويرهاق لهم لان انا عشان اغير البامبرز واتفسه جوه وغيره والاخري دنيا صعب يعني الام بس المجهود لكن الطفل مش حاجة بحاجة اه الطفل سبحان الله ربنا سبحان الله تعالى بيضحك وبيبتسم وبيلعب وهو كلا نايم وهو الاخير الدنيا طبعا لو سن الطفل كبير دي مشكلة لان برضو مضطر ان انا نحط الجبس ده لو سبع سنون الحاجة لابس الشكل البانطلون او الشكل ده بزرط جيد ده الجبس تولي بنقعد ستة اسابية ده الجبس تاني بنقعد حوالي شهر فيه ده جبس تاني يعني ستة اسابية ودخل قطة العمليات ونشيل الجبس ده ونحط الجبس ده تمام ده بقى الطفل بيقدر يوعد لان هو جبس قبل ما افصل فقد بشوية انا الفكرة ان انا باعد بيجلين عن بعض بس ده الهدف اه تمام لكن الطفل يقدر يوعد يقدر يقدر وما فيش اي قلم ويدخل التواليات عادي او موامته مثلا تغيره بتاخده عادي تشيله اه تاخده عادي لو سنه كبير شوية لا جبس خفيف مش اه جبس بلاسك ده خفيف ده بقى ده عادي اه لان ده السوان ده جبس صغير لكن جبس بلاسك 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 بتصادمه انا شايفة برضو ان الطفلة ده كبيرة ده سنها حوالي تلاتة مثلا تلاتة دليل ده كبير يعني لو تعمل برضو بدري احسن لا الدنيا سهلة جدا كل ما بتكتشف الموضوع بدري زي الموضوع حلاك بدل ما خوش وافتح ايانا واقلب بحوض وحط رايح ومصامير وعود جبس ونعد انا والام مثلا مع بعض تلاتة بامبرس خلاص تلاتة بامبرس وتعد ايه بقى بالبامبرس ولا حاجة يعني ستة اشهر الدنيا زي الفل وبعدها برضو بتمشي عادي طبيعي طبيعي جدا طبيعي جدا طبيعي جدا جدا طول ما نكتشف بدري يعني شفتوا بضعفات يا جامعة السن بيفري اولا دكتور وكل ما كانت تشخيص بدري تالي ترقل عليك بتبقى أسن يول أسن كده مكتير وما بتتعبش الأمك مش بس الطفل أو الطفل طب دكتور أستاذان حضرتك هروح نشوف تقرير ونرجع مرة تانية نستكمل بقية فقرة كاز الهميمي لجراحات العظام وإصابات الملائب والتأهيل والتخسيص أول مركز في مصر يستخدم جهاز أولترا جي الجهاز اللي بيساعد على سهولة حركة المشي والجري بدون تعب أو إجهاد للعضلات لأنه بيعادل الجاذبية الأرضية من تحتك أثناء الجري الجهاز من اختراع وكالة ناسا وكمان في المركز أحدث أساليب للتخسيص تحت إشراف أكبر أطباء السمنة في مصر وباستخدام الأجهزة المتبعة في أكبر دول العالم زي الجهاز الكافيتيشن اللي بيساعد على التخلص من الدهون الموضعية عن طريق الليزر والموجات الصوتية تغيير وحدة جراحات السمنة المفرطة باستخدام البالون وجراحة شد البطن وتصغير وتحويل وتجبيس المعدة وصالة الجام المصممة بأسلوب طبي حديث تغيير السونة والجاكوزي والبخار وفي مركز الهميمي أكبر وحدة جراحات عظام الأطفال والتشوهات الخلقية في مصر وأكبر وحدة جراحة مناظير الرجبة والكتف والرباط الصاليبي ويقوم المركز باستخدام أحدث أجهزة العلاج الطبيعي بإشراف أهم الإستشاريين في الوطن العربي ورجعنا لكم مرة تانية كنا مراكزين جدا في دور العلاج الطبيعي وشوفنا طبعا مركز دكتور ريدا ما شاء الله يعني إحنا جلسة كنا بديتكلم مفيش بعد كده بس كنت بكلم برضو في حاجة دكتور إحنا بتفرج إن حضراتك يعني ركزت جدا على موضوع إن أم تاخد بالها جدا إن هي المفروض أول ما البيبيت ولد على طول دكتور أطفال ودكتور عظام أطفال خدوا بالكم يعني أنا بقول له دكتور يعني جد فقرة مهمة جدا لأن يعني أنا إن شاء الله وسأنا بكون أم أو أي حد بتابعنا دلوقتي خلاص أنا أودت لإبني دكتور أطفال وخلاص ريحتي دماغي أو مفيش حد تاني أودين مين بس عظام أطفال ده مهمة أو إن هو يعمل أو يكشف على عظام الطفل يا دكتور فدي حاجة مهمة كان لازم أقول عليها وأهميت بقى دور العلاج الطبيعي ما بعد العملية أو ما بعد إجراء سواء عملية جراحية زي ما إحنا شفنا جبس وفتح عظام أو توصيل عظام أو حاجة أو البامبرز والحاجات دي الكنيب بنعملهم علاج الطبيعي بوصح لك هو العلاج الطبيعي ده المااسترو اللي بيستلم مني العملية تمام؟ يعني والله وفي حاجة تريند جديد بقى دلاتي إن إحنا مش بس العلاج الطبيعي الطبيعي طبعا عشان نرجع الطفل السليم والآخري لكن إيفن الجروح حتى لو أنا بخيراتها تجميل والآخري لأ يعني الحمد لله إحنا دلاتي بنفتح في الدقي وفي معانا السشرين الله يخل فيك وبيإذن الله تعالى معانا السشرين تجميل على المصدر فدي بقى القصة التانية إن أنا جرح العملية إن جرح العملية كمان لا ده كمان لي أساليبه في الجلسة لازر حديث لأنه محدش تهون يا دكتور بالعلاج الطبيعي لأنه مكمل طبعا 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 أنا بشكر حضرك جدا ومبروك على الفرع التاني ومساني بقى تلتة ورابع الله يكبين وبجد حضرك كمع المياه كبيرة جدا واسم كبير يعني إحنا شفنا جماعة واسماننا كلام وأنا أول واحدة باستفادية ربك كمان تكونوا استفادتوا نورتنا يا دكتور ومساني حضرك الفقرات نكمل بها بقية الأسئلة كما نورنا في الستوديو أستاذ دكتور ريدا الهيميني وأستاذ جراحة العزام وعزام الأطفال والطب الرياضي والمناظير وأيضا أرباط الصليبي وتشوهات القلقية سنونا إن شاء الله وفقرات جديدة قادمة من طبيب الحياة كل يوم معاكم من السابت الأربع من الوحدة حتى الثانية زورة ما تنسوش الأعادة من الوحدة صباحا وأيضا من الصباح صباحا لو فاتتكم الفقرة دي لكل أم بتابعنا لكل أب تقدروا تشوفوها عن طريق الصفحة بتاعتنا صفحة طبيب الحياة على الفيسبوك كنت معكم إن جعلاء إلى اللقاء